الحكومة تبرئ نفسها من مهرجان العراق الدولي المثير للجدل على الرغم من ان مهرجان العراق الدولي يعلن في بغداد انه تم تنظيمه برعاية وزارة الثقافة والسياحة والاثار وبدعم من رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني الا انه واجه تداخلا وتعارضا فيما يتعلق بالرؤى والافكار التي تأثرت بالتأثير على الجمهور حيث نفى مستشار الحكومة سبهان ملاجياد ان الحكومة العراقية ليس لها اي علاقة بتنظيم المهرجان واشار الى ان الجهة المسؤولة هي الفنانة شفا حسون بالدعم المالي من شركات مختلفة تم ختام هذا الحدث الذي اقيم خلال الاحتفالات باليوم الوطني للعراق بين مؤيدين ومعارضين بعضهم اعترضوا على توقيت اقامته القريب من حادثة في الحمدانية التي هزت الوجدان العراقي في حين انتقد اخرون تخالفه للقيم والتقاليد العراقية والاعراف المجتمعية حزب الدعوة الاسلامي ابستيائه من مظاهر المهرجان التي اعتبرها فاحشة ومتعارضة مع التقاليد والاعراف الاجتماعية والشريعة الاسلامية ودعا الى اجراء تحقيق سريع ومحاسبة الاشخاص والجهات المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة اكد ان الاحتفال بالمناسبات الوطنية يجب ان لا يتخلى له سلوكيات مشينة تخالف التقاليد العراقية والاعراف المجتمعية والمعايير الاخلاقية واعرب عن استيائه من التصرفات المؤسفة التي وقعت خلال الاحتفال بالعيد الوطني من جهة اخرى اعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية عن اسفه للانتهاكات التي شهدها المهرجان بما في ذلك اساءة الى النشيد الوطني العراقي ودعا الى اجراء تحقيق في اسس تنظيم المهرجان بينما اثنى بعض المشاركين في المهرجان على الحفل ومنهم المخرج اللبناني فادي حداد والمطرب العربي رامي صدري الذي فاز بجائزة افضل مطرب عربي نشرت النائبة سروة عبدالواحد من حركة التغيير الكردية تغريدة تهنئ فيها الفنانة شذاح السون على نجاح المهرجان واصفة اياه بخطوة جيدة لعرض وجه العراق الاخر على العالم من ناحية اخرى اثارت اخطاء في اداء النشيد الوطني العراقي اثنى افتتاح المهرجان سخرية وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها البعض بسبب رئاستها للمهرجان على الرغم من عدم معرفتها بكلمات نشيد بلدها وصف وما حدث بانه مهزلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة